أما محطات الاستراحة فإن المسافر بطبعه يكل وينصر ويتعر ويمل وراحته وأمنه وسكينته في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها سوء من لا يعرفها فحاله كقول قائن إما تمات بلا فقد ولا أسف أو عاش عاش بلا خمط ولا خلق أما هدف المسافر ووجهته فللمسافر وجه ومسافر لا يُحدِّد وجهته هذا كالثور أكرمكم الله يدور في الساقية ويدور ويدور ويلُبث ثم ينتهي من حيث المدار أو كالسفينة التي تسير في البحر بلا مقصد تتلاعب بها الأمواج وتقذف بها الأثباج ثم تهلك هي وأصحابها فما وجهتنا عباد الله إنها جنة عرضها السماوات والأرض أُعدَّت للمتقيم من رام وصل الشمس حاك خيوطها سبباً إلى آماله وتعلَّقها حُفَّت الجنة بالمكاره فمن أرادها حقاً اقتحم المكاره فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره والمكارم منوطة بالمكاره ومن تأمَّل نيل الدُّر من البحر وجده بعد معاناة المكاره ومن تأمَّل دوام البقاء في نعيم الجنة علم أنه لا يحصل إلا بنقد هذا العُمر ثمناً له وما مقدار عُمرٍ غايته مئة سنة منها خمس عشرة صبوةٌ وجهل ومنها ثلاثون بعد السبعين إن حصلت عجزٌ وضعف والتوسُّط نوم ونصف زمانك أكلٌ وشربٌ وكسف وللعبادات منه زمنٌ يسير عُمرُك محدودٌ فأدرِك به بعض الأماني وانتهِز وعقِلي أفلا يُشترى ذلك الدائمُ بهذا القليل خاب والله وغُبٍ وتعِسَ وانتكَس من باعَ الجنة بما فيها بشهوة ساعة غبنٌ فاحش وخلل وهوان فالله ما العيشُ إلا عيشُ الجنة حيثُ اليقين والرضى والمُعاشرة لمن لا يؤذي ولا يكون مع تنوُع أصناف النعيم والذُلُّ في دعة النفوس ولا أرى عِزَّ المعيشة دون أن يُشقالها من جدَّ وجد ومن سهر ليس كمن رقد والفضائل تحتاج لوثبة أسد طالله ما هزُلت فيستامها المُفلسون ولا كسدت فيبيعُها بالنسيئة المُعسِرون لقد أُقيمَت للعرض في سوق من يزيد فلم يُرضَ لها بثمنٍ دون بذل النفوس تأخر البطَّالون وقام المُحبُّون ينظُرون أيهم يصبحُ أن يكون لها ثمنا فدارت السلعة بينهم ووقفت في يد قومٍ يُحبُّهم ويُحبُّون أذِلَّةٍ على المُؤمنين أعِزَّةٍ على الكافرين عرفوا عظمة المُشترى وقدر السلعة وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقدُ التبايع فرأوا من الغبن أن يبيعُوها لغيره بثمنٍ بخل فعقدوا معه بيعة الرِّضوان والتراضي فربِحَ البيع لا إقالة ولا استقالة سعوا للمعالي وهم سبيةٌ وسادٌ وجادٌ وهم في المُهُوت إنها سلعةُ الله وكفاء سلعةُ الله غالية جدُّ غالية تحتاجُ إلى متابرة إلى جُهدٍ وصبرٍ ومُصابرة وتضخيةٍ ومُغالبة ومن هجرَ اللذَّاتِ نالَ المُناومًا أكبَّ على اللذَّاتِ عَضَّ على اليدِي يا سلعة الرحمن لستِ رخيصةً بل أنتِ غاليةٌ على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالُها في الألف إلا واحدٌ لأثنان يا سلعة الرحمن أين المُشتري فلقد عُرضتِ بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطبٍ فالمهرُ قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن لولا أنها حُجِبَت بكل مكارِه الإنسان ما كان عنها قطُّ من متخلِّفٍ وتعطَّل الدارُ الجزاء الثاني لكنها حُجِبَت بكل كريهةٍ ليُصدَّ عنها المُبطِلُ المتواني وتنالَها الهممُ التي تسهُمُ إلى رب العُولى بمشيئة الرحمن فتعب ليوم معادِك فتعب ليوم معادِك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني وحيَّ على جنات عدنٍ فإنها منازِلُنا الأولى وفيها المُخيِّر وحيَّ على رضَّاتِها وخيامِها وحيَّ على عيشٍ بِهَا لَيْسَ يُسْكَمْهُ وحيَّ على عيشٍ بِهَا لَيْسَ يُسْكَمْهُ اشتركوا في القناة